الانثة فطرتها في بيتها المساندة والدعم المساندة معناها ان انا بساعد مش معناها ان انا اللي بعمل الشغلان هي بتساند وتدعم مش بتعمل حاجة بنفسها اما اقول ما بتعملش حاجة بنفسها بمعنى انها ما بتشيلش الشيلة يعني مثلا ابنها بيذاكر بيسألها على حاجة تشحها اما كلفت حد يعمل له حاجة لذيذة وهو بيشتغل كده تسهل عليه شغله وتسهل عليه حياته يا اسمه ايه حضراتكم مساندة ودعم مش تقعد بالضرورة هي تذكر له لو قعد تذكر له او تشرح له هتعمل له حاجة سريعة كده لطيفة تكسر له المشكلة وتخليه هو ايه يكمل وينطلب مش هي الاساس هو ده المعنى اللي اقصده لان كثيرا السيدات بيتحولوا اللي هم الاساس في القصة وبيقعوا في المقلب ده هو ده المعنى اللي اقصده لكن هي دورها فطرتها المساندة والدعم يعني هي لو ما سنددتش ودعمت بتتعب فما بقولي يا سيدة في بيتها معناها سيدة محترمة راقية مو سيندة ودعمة فمثلا بنوتة في بيتها ابوها جاء من الشغل ممكن تحط له حاجة كلها مثلا او مراته تحط له حاجة كلها بتعملها ايه هنا حب او انتة في البيت اخت جاء اخوها كانتول انها بيشتغل لقيته تعبان هي ممكن جدا انت جاي الساعة كام انا جاي الساعة خمسة طب انا هاجل الغداية ونتغدى سوا عشان تتغدى مع اخوها وتهتم بيه وتحبه هل ده تصرف مبني على واجب لا مبني على ايه حب فما بقول الانثة غير ملزمة اغير ملزمة بس الانثة في المقابل اما بتحب بيتها وبتحب اخوها بتحب ابوها وتحب عيالها ممكن بتساند وبتساعد وبتساعد جدا كمان بس هما بتعمل كده حبا ولا بتعمل كده مضطرة معظم الستات بيعملوا كلام ده مضطرات هنا مشكلة لانها تحولت المسندة والدعم اللي هي هتقوم بيه طبيعي الى الزام وخنقت نفسها وهنا بقى دور الذكر في غاية الاهمية معاذك الاسهة كلها كده يا جماعة الذكر اما بيقوم بدوره كالقوامة على الانثة الانثة بتعمل كده عادة وهي اما بتساند وبتدعم الذكر مش مفروض يشرط قوامته عليها بمسندتها ودعمها ده ده اضطراب منه هو اما بيقوم عليها بيقوم عليها وهو مبسوط ان هنا العلاقة مبنية على حب اخدوا بالكم ان قوامة الذكر واجب مسندة الانثة مش واجب مسندة الانثة حب وعطاء ودعم حتى البنت الصغيرة اميرة بالبطر الاميرة دي لها سيادة في هذا البيت وبالتالي لها مش واجب مسندة لو ان هي عايشة سيادة في البيت اوتوماتيك هي هتعمل ايه هتسند فمهم جدا للانثة ان هتفهم معنى السيادة احلى تشبيهة حتى افكر في تشبيه السيادة ده انتبعت ان الكلام ده موجود كان موجود ما عرفش لسه موجود غادية ولا بس كان موجود زمان في مصر سيدات كبيرات المجتمع بيعملوا ايه تلايه عندها عاملة بيسموه صالون تلايه مثلا صالون ادبي او صالون شعري او صالون موسيقي تلايه تستضيف كبار المتخصصين في مجال الصالون بتاعها وبتستضيف الناس يحضروا والناس دي كلها قاعدة مستمتعة جدا باللي بيحصل وطبعا وكلهم بيتسرفس عليهم وبياكلوا وبيشربوا وهي هانم قاعدة دي سيادة حضراتكم انه ما جاني لها في بيتها بتقدم كمان للمجتمع خدمة من خلال ايه سيادتها في بيتها السيدة دي ممكن تكون سيدة مش لصالون لناس من برها البيت هي سيدة صالون لناس جوه البيت برده لولادها والجوزها والاهلها والصحابة والحواليها فمهم جدا للأنثة انها تعيش هذا الحال ده حال الأنثة في بيتها سمعته عن ذكر بيعمل صالون في بيته لا لان الذكر سيد خارج بيته السيادة للذكر خارج بيته والسيادة للأنثة داخل بيتها فالذكر يعني ايه سيد خارج بيته يعني راقي متميز بيقدم ويقايم بدوره تجاه مجتمعه وتجاه ناسه الذكر لو بيوجه مراته جوه البيت ده عادة مش اخرته مثلا نفسك المحش النهاردة او مثلا بكرة خارج او بدلتي جاهزة مثلا او لبسي جاهز من حال كده لكن الذكر اللي بتدخل جوه البيت وديه تتعمل وديه تتنظف ومسك قرطنت قبلها نظيفة ويعمل لها كده ويشوف لها شافها التراب ومتاعه ده راجل بنادي له الصحة يعني ايه ابقى مقوله بنادي له الصحة معناها انه هو مش متزن اطلاقا من دي سلوكيات مش سلوكيات ذكور يعني هو مفترض ان نضافة البيت على الأنثة لا هو شريك في نضافة البيت برده فما يتهم للأنثة انها مأثرة لا انت مأثرة كمان الأنثة فطرتها مع الذكر اللي بتحبه وترتاح له اوتوماتيك لوحدها من غير ما حد يقولها ولا امها تقولها ولا خليتها ولا شخص نفسه اوتوماتيك بتحب تحس انها تحت جناحه ان هي هو اللي بيحميها هو اللي بيحافظ عليها انها مستخبية جواه عاد كده مشاعر أنثوية هي مفترض تحسها انا بحساش مشاعر دي ان هو حال الأنثة بتحس فيه انها تحت جناح الراجل وده حالة أنثوية يعني اظن معظم الستات عرفينها يعني انا ملقيت لهاش اسم غير كلمة خضوع لكن خضوع هنا مش بمعنى ذلة مش بمعنى كسرة ده بالعكس الحالة دي عند الأنثة حالة ممتعة المقابل لها عند الذكر اما الأنثة بتخضع بمنظر ده الذكر بيحس بايه بالقيمة ورجولة ده حالة ممتعة عند الذكر وعشان كده الاتنين بيتجوزوا لان هي بتنبسط بتسعد بهذا الخضوع وهو بيسعد بهذه القوة والقدرة اللي هو بيحسها فهي بتدي له الفرصة ان هو يعيش هذه القدرة والقوة من خلال خضوعها هي وده ما بيقلمهاش ولا بيوجعها بالعكس ده بيسعدها وبيفرحها وذلك الستات اللي ما يكونوا ما بيحترموش رجالتهم شايفين رجالتهم مقصرينهم بيحترموش رجالتهم وده اصبح حاجة منتشرة جدا بتبقى الأنثة مش عايزة راجل أصلا تقوليك انا مليش نفسي في الموضوع ده هي مش ملهاش نفسي في الموضوع ده هي مش عارفة تخضع للراجل ده لان هي لو حاسة بالخضوع ليه هيبقى لها نفس هي اما بتخضع هو مش بيزداد ضعف وقصدها هو بيزداد الرغبة انه راح توازن توازن فدي حالة انثوية ودي حالة ذكرية الاتنين بيكملوا بقى والموضوع ده فطري تلاقي البنت بتعملي كده مع ابوها ما يكون بتحب ابوها شايفة كبير بتوقع تدلع ليه وساعة الام تغير كمان تبقى انت بتعملي كده ما انت نفسك بتعملي كده يعني عادي يعني ده اسلوب الانثى في التعبير عن اعجابها بهذا الاب الجميل او بهذا الدولوج الجميل